تودع الدعاوة ولكن متابعة الإجراءات والوقت الذي تطلقه هو الذي يثار فيه إشكال في إحالتها إلى الغرفة التمهيدية ومواسطة الإجراءات وهناك إشكال آخر بالنسبة لمجلس الأمن في المادة 16 تعطي لمجلس الأمن أن يقوم بتجميد أو تعليق إجراءات الدعوة ربما تصل إلى عام وقابل إلى التجديد فالإشكال ليس في الإجراءات ولكن في متابعة الإجراءات والإيطالة في الأمد لماذا؟ عندما نجون قارنه بين القضية الأوكرانية عندما صدر الحكم بالأمر بالقبض على بوتين في مدة قصيرة تم تحريك الدعوة وصدر الأمر بالقبض على بوتين في حين أن المدعي العام للمحكمة الجنائية يقوم بالإجراءات ولكن هناك تقاعس وهذا ليس ما نقوله المحامين الكبار والمتابعين للقضية الفلسطينية الآن بدأوا يشيروا إلى تقاعس المحكمة الجنائية في القيام بالإجراءات المتابعة الواجب يتبعوها قانوني المشكلة السياسي